ينظم النادي الجزائري لتمييز الكفاءة العالية الطبع اللولى للندوة الوطنية التي جاءت موسومة بشعار الكفاءات الجزائرية بالمهجر دعامة التنمية الشاملة والمستدامة شارك في هذه الندوة حوالي 250 مشارك من القطاعات الوزارية من المؤسسات الفاعلة أيضا طلب باحثين أكاديميين الشيء الذي يميز الندوة هو مشاركة الجانية الجزائرية بالمهجر الذين أتوا من أكثر من 17 دولة هم نخبة جزائرية رفيعة المستوى الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في بناء المسار التنموي للوطن في جميع المجالات لا سيما في مجال البحث العلمي والتكنولوجي محاور ثلاثة رئيسية ستتخلى الأشغال هذه الندوة لنهار اليوم هي المحور الرئيسي هي الرقمنة وذكاء الاصطناعي الأمن الغذائي البيئي والطقاوي وكذلك الصحي هذه الكفاءات جاءت لتلبي نداء الوطن قبل نداء النادي وهذا تماشيا مع سياسة الدولة الجزائرية وأيضا توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتفعيل دور النخبة الجزائرية في المهجر وإشراكها داخل الوطن